في بدايات شغلي على القناة كنت دايما بشرح مواقع بديلة لموقع مواقع تقدر ان انت تنشئ بها تصميمات بالزكال الصناعي وفي الفترة دي بصراحة كانت المواقع قلعيلة جدا يعني ما كانش فيه غير وبعض المواقع الضعيفة انا عارف ان الدينة دلوقتي تغيرت وبقى فيه مواقع قوية جدا واصبح عندك امكانية ان انت تعمل رسومات وتصميمات حتى تقدر تنشئ فيديوهات باستخدام الزكال الصناعي بشكل احسن كتير واعتقد ان كل فترة هيحصل تقدم كبير وتطور كبير في كل المواقع فمن ضمن المواقع دي موقع اسمه موقع كنت شرحته ولكن الموقع ده بصراحة كان ضعيف جدا بس في الوقت ده كنا بنحاول احنا بقدر امكان نوفر لناس اي موقع تقدر ان هي تستخدمه فقعدت كده ادور حبيتي ان انا ارجع الموقع ده تاني او ادخل ابص عليه وبص داية الموقع اتغير تماما اضافوا ليه موديلز قوية جدا واضافوا ليه قوية جدا سواء للصور او للفيديو فكنت حابب ان انا اعيد تجربة شرح الموقع تاني ونشوف ايه اللي نضاف جديد للموقع وهل ممكن ان احنا نقدر نستفيد منه في عمل تصميمات احترافية او فيديوهات احترافية وده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده يلا بينا اهلا بيجوا في فيديو جديد معكم محمود خدرة وحلالة جديدة النهاردة هنشرح مع بعض موقع نايت كافي باخر تحديثاته هنشرح مع بعض موقع هنروح دلوقتي عدس كتب عشان نبدأ شرح الموقع دي الصفحة الرئيسية لموقع نايت كافي حيجي هنا اقول لك او تقدر تضغط على من هنا لو ضغطت عليها بالشكل ده هيحولك على الصفحة الخاصة بتسجيل حساب تقدر تسجل حساب باستخدام الجيميل او الفيسبوك او اي ايميل عادي حتى لو ايميل مؤقت فلنفترض ان انا هجرب اسجل حسابي بالجيميل هضغط عليه بالشكل ده فيبدأ تلقائيا بعد ما اختار الحساب ان هو يحولني على الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول في الحساب طبعا انا كنت اعمل حساب قبل كده فهتلاحز هنا على اليمين ان هو جايب لك التصميمات اللي احنا عملناها على الشمال هنا جايب لك الاعدادات الخاصة به ازاي ان انت بقى تعمل للصور والحاجات ده كلها هنا في دي خاصة بالكريات وفي هنا عندك حاجة اسمها مش هنهتم بها لان انت مهمتها فقط ان ان انت ممكن ترفع او تطيف صورة للموقع هنا في كريات فيها الاعدادات الخاصة بانشاء صور آآ الموقع بصراح بعمل صور حاروة الفيديوهات مش هقدر اقول لك ان هي احسن شيء فهتلاحز هنا في لو ضغط عليها بيجيب لك هنا تفاصيل آآ كتير في العدادات الموديل هتضغط عليها هيجيب لك هنا الموديلز المتاحة عندك في وفي عندك هنا يعني بعض التفاصيل الحاروة ايضا في ده ممكن برضو نحاول نبقى آآ نجرب فيها تصميم بس هي بقول لك تكون مش متاحة وهنا عندك طبعا ناس كلها بتدور على هل هو بيعمل يعني شغل احترافي ولا ده هنجربه مع بعض دلوقت هنزل تحت هنا بيقول لك هنيجي هنا بكل بساطة ممكن نقول له برومت بسيط جدا ان انا اقول له يعني عايز عربية تكون في وضع ده ممكن آآ يساعدك في ان انت تزبط البرومت بتاعك ولكن انا هكتافب ده هنزل تحت هنا بقول لك انت عايز كم صورة هقول له صورة واحدة عشان ما استهلكش كتير هو بيستهلك في الصورة الواحدة نص واصلا بيديك في كل موقع خمسة وهنا بيجي يقول لك انت عايز كم صورة اقول لنا صورة عايز نران تايم هسيبها زي ما هي الشرط تقدر تعدل فيه واحد لواحد ثلاثة لاربعة اربعة لتلاتة طبعا تسعة لستاشر لهو البرتريت ستاشر لهو الوايد ممكن نقول له مسلا ان عايزها آآ بورتريت بشكل ده السيد لو انت عندك رقم سيد تقدر تستخدمه آآ عندك هنا ده مش مهمة مش هنجربه وبعد كده هنضغط على عشان يبدأ معايا لعملية التصميم دي كانت تجربة كنت انا عاملها بلكده وده تجربة تانية طلعت معايا بالشكل ده لكن في احسن من كده اه في احسن من كده تعالى كده نرجع هنا نلغي ديت وهتلاحز هنا هو جيب لك هنروح هنا على في مسلا عندك السينماتيك ممكن نختار سينماتيك ولو نزلت تحت هتلاقي كتير او كتير عفوا وهنا نفس الوضع هنختار هنا اه ازا كان في هتزهر معاك هنا هي نفس اللي احنا كنا عملينها قبل كده وبرضو هنضغط على كده عشان يبدأ يجرب لنا او يعمل لنا الصور اللي احنا عايزينها على الفكرة هو سريع جدا في انشاء الصور يعني مسلا دي الصورة طلعت بالشكل ده وجايب لك بقى ثلاث عربيات ماشيين وراء بعض او ممكن يكون مقسم لك الصور ممكن انت لقى تزبط الاعدادات وتختار صورة تانية مسلا ممكن نزل تحت هنا نجيب مسلا حاجة زي كده رعب ونجرب تاني نضغط هيعمل لنا برضو صورة بالشكل ده دي حاجة بقى رعب او هل مسلا ممكن بقى نحاولها الفيديو ماشي تعال هو ساعة بيعمل الفيديوهات بشكل كويس وساعة بتبقى ضعيفة جدا فلو انت رحت هنا تحت هنا بتلاقي بعض الاعدادات زي ان انت تقدر ان انت تعمل يعني للصورة تقدر انت تعملها تطور منها او تعمل لها هنا تحسين للصورة وعندك هنا دي خاصة بالانيميت فلو ضغطت انت على مفروض ان هو بيعمل لك جايب لك مثال اهو دي صورة ثابتة ودي الصورة بعد ما تعمل له اي حركة هنجي هنا لنضغط على بالشكل ده فهيبدأ ان هو يعمل الفيديو بالشكل ده هتظهر معاك النتيجة هنا تحت لو ضغطت على الفيديو هيبدأ ان هو احسن شيء ولكن ممكن ساعة يطلع حاجات كويسة هنا لو رحت على ديت بتجيب لك ان انت تقدر تعمل دولود للفيديو فبيحمل عندك على الجهاز بتاعك فتعال كده نجرب حاجة تانية هنرجع تاني هنا نغير بتاعنا هنروح على ده هنشوف هل ممكن يشتغل معنا ولا لا ونجرب كده ان احنا نختار تاني وممكن نيجي هنا نحط بقى ايه يعني تاني نحط مثلا زي ده وبعد كده نضغط على هو احيانا بيرفض ولكن هنشوف دلوقتي ازا كان هيعملها ولا لا هنا بالشكل ده اعتقد هيعملها او هو حاليا بيعملها فعلا هو اعملها هنا اهو بصراحة صورة شكلها كويس ولكن لو انت لاحظت ان هو اعملها لنا بشكل مربع يعني ما هتزبطش العباعد زي ما كنا عايزينه سي ما بيحصل في كده تعالي بتاع كده نجرب الاني ميت نشوف هيعملها لنا بشكل مختلف ولا لا هنا هتزهر النتيجة تعاندوس كده عمل كده حركة ولكن مش افضل شي ولكن هي دي النتيجة يا جماعة في الموقع ولكن انت برضو عندك فرصة ان انت تقدر تعمل بها تصميمات حلوة لان هو حيانا بيعمل تصميمات حلوة ده كان تصميم طلع تصميم زي ده طلع فبيعمل تصميمات حلوة او استخدام بسيط لموقع وان هو ازاي ادري يطور ان هو يضيف مختلفة جديدة زي ده وزي تقدر انت تجرب الموقع بنفسك عن طريق الرابط اللي هتليه في وصف الفيديو وبكده بقى احنا انتهينا من شرح حالة النهاردة رجعنا مع بعض موقع تقدر دلوقتي ان انت تجرب الموقع عن طريق الرابط اللي هتليه في وصف الفيديو واتمنى تكون استفادتم الحلقة فلو عجبتك الحلقة ما تنسى اشترك في قناة تفعل زي الجرس عشان تشوف كل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم